ليه بقول هذا الكلام لانه اليام اللي فاتت الحياة في حركة بلدي كده بتتعامل دمه تقيل شوية وحقول لكم ليه بطولكم النهاردة في حكام في خطاب كده طلع اتبعت لعدد من الاندية وقال لهم ايه ابعتوه للفيفا ابعتوه للفيفا ايوه ابعتوه للفيفا ليه قال لك يعني عشان الانتخابات الخطاب معانا هنشرهولكو دلوقتي لانه مهمة اوي اللي مزعاني الحقيقة انه الناس اللي كانت بترفض من سنة بالزبط او سنة وتلات اربع شهور هي الناس اللي بتجري تعمل اللي رفضته من سنة واربع شهور يعني فيه فبراير مش اللي فادة اللي قابليه كان هناك جمعية اممية تم عقده هذه الجمعية اعتقد كانت في 19 فبراير اه الماضي 2019 مش دا اللي قابليه يعني العام الماضي كانت اه هذه الجمعية اه انعقدت لتعديل بعضا من اللوايح كان على جدول هذه الجمعية انه اه الغاء بند الثمان سنوات وعلى فكرة ده ملغي فيه اه كتير جدا من المعظم الانداول الاتحادات في مصر مفيش مشكلة يستمر بند الثمان سنين يمشي وهو في الاخر قرار جمعهم مية يعني فتم الغاءه حضر هذه الجمعية مية اتنين وخمسين نادي من اصل اتنين وعشرين نادي يعني غالبية عظمة يعني فاقرت ما يلي تعرض عليها تلت شروط او تلت بنود البند الاول الغاء بند الثمان سنوات وفقه شبه الاجماع البند الثاني كان هو انتخاب نائب الرئيس الانتخاب الحر المباشر من الجمع المية كان شبه اجماع البند الثالث كان السماح لبن يعمل داخل الاتحاد انه يترشح للانتخابات وتم رفض هذا البند حلو كده العجيب والغريب والمريب انه انتهت الجمع المية تم التصويت وتم التصفيق وتمام التمام ومية مية ومية فلو واربعتاشر والمفروض اتحاد الكورا بياخد هذا المحضر وبعدين بيبيضه ثم يتم اعتماده من مجلس ادارة ثم يتم ارساله الى الاتحاد الدولي لكرة القدم ما كانش يبقى عندنا مشكلة خالص الانتخابات بقى 18 سنة 17 سنة 12 سنة زي ما القانون دلوقتي بيقول ما عندناش مشكلة في هذا الامر الا انه حدثت مفاجأ انه اه فجئنا انه الراحة ما تبعتتش الاتحاد الدولي احد اعضاء مجلس ادارة وكنت متذكر في هذا التوقيت كان الاساز محمد ابو الوفا قال يا جماعة لا يا حمد بعتتش الاتحاد الدولي فطبعا كلنا ايه يا جماعة مع الاتحاد يعني اعتماد مجلس ادارة مش لازم اجتمع يا خلاص جماعة عمية فبتمضي وخلاص كرتير عام الاتحاد اه بيمضي واتم ارسالها الى الفيفا يا اخواننا فين قالك لا ده معلش اخرت في الترجمة واصل القصة ولي 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 والحدوتة و اه ثم فجئنا باختفاء المحضر تماما ياريت يا جماعة لو جوابت احطهن مع الشاشة ممكن اه باختفاء المحضر تماما من اتحاد الكرة اختفى بمعنى اختفى فين يا جماعة المحضر خلي بالحضراتكو اللي بيكلمكو كان مسؤول داخل الاتحاد ومسؤول كبير المفروض يعني اللي بيكلمكو دلوقتي يعني يا جماعة فين المحضر فكل واحد شقتك للتاني اه اصلم اصلم راح فين يا جماعة يا جماعة المحضر فين فيعني مش مش موجود يعني فانا عايز اقراركو اه الحتة بقولك حيث ان المادة رقم تسعتاشر من لائحة النظام الاساسي للاتحاد المصري لكرة القدم والمعتمدة من اتحاد الدولة عام 2012 تنص على ان الجماعة العمية تمثل السلطة التشرعية العليا ويجب ان تجتمع الجمعية بانتظام ولا سلطة اتخاذ القرارات المدرجة بجدول الاعمال شيء محترم خلي بالك بس عنوان الخطاب السيد سكرتير عام التحاد الدولي لكرة القدم وفي النهاية توقيع اي نادي كلهم لهم الاحترام يعني بس هو انت حضراك ايه اللي خلاك تفتكر دلوقتي انه الجماعة العمية يعني لها دورها ولازم تؤدي دورها ولازم احترام دورها تم انت حضراك خدت المحضر تالجماعة العمية خبيته عاي بتكلم بوضوح يعني ما بقاش موجود في التحاد الكورة اشمعنا دلوقتي بيجي احد يعني الناس اه هو عايز رشح نفسه يعني ليه الانتخابات اه وهو من اه محافظة اه ساحلية جميلة يعني الواحد بيحبها جدا والمحافظة كمحافظة وفرقة الكورة بتاعتها برازيل العرب يعني فبيلف دلوقتي على الاندية بهذا الخطاب اه طبعا من حد يعني حد يقول له اعمل كذا خلي كذا سوي كذا وعزينه نعمل وانت ودركوا لحدوتا قصص عجيبة وغريبة جدا يعني يعني هل في فبراير 2019 كانت الجامعة العمومية وحشة ودلوقتي بقت حلوة وله هذا التجاهل الشديد للجامعة العمومية في هذا التوقيت دلوقتي بيقابلوا حب وود وحنية عشان انتخابات ولا ايه الامر الحقيقة امر مريب وامر عجيب جدا انا عنديش مشكلة انتخابات تتعمل بكرة تعمل بعد بكرة تتعمل سنة تتعمل 38 سنة فيش مشكلة لكن وتقليب الاندية على اللجنة اللي موجودة يعني انت بتقليب الاندية على اللجنة اللي موجودة لانه واضح برضو لما اجيب لكم الخطاب وحرار لكم فيه كده باراجراف انه بدأ يبقى فيه خلاف مع اللجنة اللي موجودة هو مصمم انها طرحل في 31 سبعة فالتقليب ما بين الاندية واللجنة يعني في البعض بيتعمل لجنة انها ليست على تواصل قوي مع الجامعية العمومية وهكذا يعني كل ده موجود دائما وابدا في كل الاتحادات على فكرة عشان حضراتكم تبقوا عارفين يعني فهل ده دلوقتي بقى حل لما حوريكم تاني عراركم الباراجراف الاولاني فيه الخطاب حتتخضوا لا الى الا الله دلوقتي بقى الناس وحشين دلوقتي بقى الدنيا مش حلوة يعني مش معقول الامر تم تكليف لجنة من قبلكم ده بيكلم سكرتير تحاد دولي يا فاطمة سمورة حبيبتنا يعني 2019 درش الاتحاد كرة مصر حددتم المهام اللي تتوجب عليها ده ايه انتهي واحدة تين يوليو عشرين عشرين كحدة اقصى ليتسلم امور الاتحاد منتخب مجلس منتخب لمدة اربع سنوات اللي هو دلوقتي زي ما وضح المهندس الشام ماليش دعوة اللي بقول يعني ما ينفعش لمدة اربع سنوات وحتى الان تحاول اللجنة الممطلة بعدم اتخاذ الخطوات اللازمة واعلان خارطة الطريق لعمل الانتخابات لو انه القصد او النية اه يعني بريئة انا طبعا اه مية في المية ما عندش مشكلة في هذا الامر وفيه حياة مجموعة من الانداف الجمالة المتتحرك وبتشتغل وبتحاول وعايزة تاخد حواها ده امر جميل برضو ما فيوش ادنى مشكلة يعني لكن المشكلة الاستخدام والاستقواء الاستقواء الاستقواء مرة اخرى بهذه الطريقة وبهذا الشكل وبهذا الاسلوب هو امر الحقيقة امر سيء امر سيء للغاية يعني ولا يعني ولا يجوز ان احنا نتعامل كده مع بلدنا يعني الامر الحقيقة اه شديد الغرابة وبالنسبة لنا شديد الدهشة انت بترفض اه ما قررته هذه الجمعية من سنة واربع شهور والان تستجدي هذه الجمعية لان تراسل اتحادي الاولي وكأنك تستقوي بها على القانون المصري وتستقوي بها على اه اه النظام هنا اه في مصر يعني امر اه يعني اعتقد بالنسبة لك وبالنسبة لي امر عجيب وغريب وصعب يعني الواحد يتصوره امر شديد الصعوبة لكن في النهاية هنشوف ايه اللي ممكن يحصل